كيف يبدو التصدي الروسي للهجوم المضاد الذي تحدث عنه بوتين والذي أكد زيلنسكي أنه قائم بالفعل بالفعل روسيا تواصل التصدي للهجوم المضاد لأنه يستمر اليوم الثالث اعتبارا من السادس من شهر يونيو عندما قصف الساد نوفي كخوفكا في نفس اليوم بدأ الهجوم المضاد وخلال الأيام الثلاثة الجانب الأوكرايني قد خسرت حوالي ثلاثة تلاف شخص يعني الخسائر الفادحة في الأرواح والكثير من الدبابات حوالي يعني أكثر من ثلاثين دبابة وثلاثة دبابات منها هي من طراز ليوبرد تبان هذا الوضع غير المفيد بنسبة لي زيلنسكي وليزالي كيانا يقول أن الجانب الأوكراين ليم يبدأ الهجوم ولكن هذا الكلام لشارع 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 لأوكراين لشارع لأوروبية لشارع لعربي أي خبير أي شخص سياسي يفهم ما يحدث في الواقع تبان لبادة تفجير سادة لنواء كافخوفك والتدافق للمياه والفايدان على مصافة حوالي 100 كم هذا 100 كم من نواء كافخوفك إلى مكان سابة نهر دنبر إلى الباخر الأسود تبان هذا القسم من الجبهة لا يمكن القيام بالعمال القتال ولكن طول الجبهة لأوكرايني روسيا ألف كم حتى إذن أقسميات كم هذا من نواء كافخوفك إلى الباخر الأسود يبقى تساميات كم هذا المصافة طويلة وكافي للهجوم ولله هجوم المداد الآن الجانب الأوكرايني يتركز على دونسك وباخمود بالفعل ومن خطط الجانب الأوكرايني القيام بالهجوم على المحطة النووية زفاروجيا وهي تقع عن بعد 128 كم فوق سادة نواء كافخوفك بالفعل ليس هناك الفايدان ويمكن القيام بالهجوم هناك تقول أن هذا الهجوم المداد بدأ عند قصف سادة كافخوفك ولكن الاتهامات لروسيا أيضا مستمرة بأنها هي من تسببت بهذا الانفجار نيويورك تايمز تصرح اليوم ونقلت عن مسؤول الأمريكي قوله أنه أقمار استطلاع رصدت انفجار في السادة قبل انهياره والبعض يعتبر أن هذه السيول قد تساعد فيما يخص الهجوم المداد وبالتالي تصب لمصلحة روسيا ما رأيكم بهذا التحليل؟ ما هي المصلحة لروسيا؟ نتيجة للتفجير أو القصف السادة نواء كافخوفك صار الاختراق للصادة وغرق الكثير من الأراضي في ضفة الشرقية وفي ضفة الغربية ضفة الشرقية هي حيث تقل القوات الروسية هي ضفة صفلة أما الضفة الغربية لنهر دنيبر هي ضفة العليا يعني السيول لن تعرقل من الوجوم المداد؟ السيول طبعا نتيجة للسيول صار الفيضان على الأراضي التي كان يحتلها الجيش الروسي وتم إجدال كثير من الناس الذين كانوا يشون في الضفة الصفلة الضفة الصفلة هي الضفة هناك القوات الروسية القوات الأوكراينية وتقع في الضفة الغربية هذا هو الفرق طبعا هذا أثرت كثيرا من ناحية ثانية يتم تخفيض منصوب المياه في القناة البيانات التي تصل بطول شبه جزيرت الكرم البيانات الشرب والرأي هذا ليست كاريس ولكن هذا صعب من نسبة لشبه جزيرت الكرم هذا ثانيا وثانيا كانت روسيا متطرر تسفة القوات قوات الخط من خطة المواجهة إلى الشارك والتبع روسيا غير مستفيد من هذا إطلاق دعني أسألك عن الأسلحة الغربية المستخدمة في هذا الهجوم المضاد إلى أي مدى يمكن أن تؤثر فعلا على مسار المعارك وبالمقابل أيضا ماذا في تفاصيل الحديث عن تعاون روسي إيراني لإنشاء مصنع للطائرات المسيرة في روسيا ليس لدي المعلومات بشأن تعاون روسي إيراني في المجالة عسكرية في تصني المصيرات أنا لا أستبدأ أن هناك تعاون في هذا المجال أن إيران دولة متقدمة في تصني المصيرات أنا لا أستبدأ هذا الأمر أما أسلحة الغربية لإمكاننا لإجراء اليون بل أخرى كان يعمل مع الزوارية بلد أخرى في سوري بلد أخيب لأن هناك يوجد 20 مما لأتيذة حيمر وأن هناك إيداني في سوري بلد أخيب على هذا الصد وفي قبل نصف سنة تحملت صد هذه الدربات أما آخر مرة لم تتحمل لأنها كان مصابة كثيرا طبعا روسيا جاهزة لذا روسيا منظومات الدفاع الجاوي صلاح الدفاع الجاوي فعل جدا والكافي لدينا المنظومات الدفاع الجاوي S-300, S-400, S-500 والصواريخ اسكندر طبعا هذا أول وثانيا لدينا التايران التايران المتطور ليس التايران للجانب الوكراني وانا لها تصور كيف يمكن القيامة لهجوم المداد بدون التايران هذا شيء مستحيل أي أسكري سأقول لكم هذا شيء مضحك وما ينتظرون إلى تايرات F-16 أو F-18 وطبعا سنار ماذا تيحدث لبشكل روسيا من أين سا تقلع هذه التايرات إذا كانت تقلع من الأراضي الأوكراينية طبعا نحن سندمرها في الأراضي الأوكراينية أما إذا كانت تقلع هذه التايرات من بولندا من بلغاريا من لتوانيا أو لطفيا طبعا روسيا ستضطر أن تضرب هذه المطارات على هذه الأراضي وهذا سيعني الدخول لحرب المباشرة مع حلفناتو هل يدركون هذا في الحرب أم لا؟ أنا لا أعرف طيب وهنا يعني في ظل التحذير من دخول في حرب مباشرة مع الناتو دعني أسألك أيضا عن نشر الأسلحة النووية في بلاروسيا لماذا تم ذلك؟ تم ذلك للتحديد وردع طموحات حلفناتو ليس سرا أن القنابل النووية الأمريكية كانت منشورة في الأوروبا هي موجودة حوالي 50 قنبلة موجودة في خمسة الدولة الأوروبية في المانيا في هولاندا في بلجيكا في إطاليا وفي توركيا مثلا في قاعدة انجرلي قبل محاولة الإنقلاب 2016 كانت خمسة قنبلة أمريكية ربما كانت هذه المعلومات سرية لشاريع توركيا أو لشاريع الأوروبية ولكن في هذه السرن نحن نعرف هذا تماما دول حلفناتو خاصة في بلجيك المتحدة كانت لديها السلاح النووي في خمسة الدول الأوروبية وردنا على ذلك الآن بوتين اتخذ الكرار بنشر السلاح النووي قصرة المادة في بلاروسيا وبطالب بلاروسيا وهناك رغبة مشتركة طبعا للدفاع عن بلاروسيا وطبعا المستوى العالمي هذا هو التهزير للواشنغتون والدول حلفناتو تبدأني أعود معك إلى الهجوم المضاد إلى أي مدى يستنزف السلاح الروسي وهنا أعود معك إلى تصريحات بوتين التي قال فيها أن أوكرانيا تستخدم أسلحة متطورة صحيح وقرانيا تستخدم أسلحة متطورة يتستخدم أسلحة دائمان نتيجة لتزويد نزام زيلانسكي بالمالوة بالسلاح يستطيع الجيش لقرانيا أن يقوم بالحرب وطبعا أن تشون الحوال أن تشون الهجوم على المواقع روسيا وطبعا الأهم شيء المشكلة رأيسية طبعا المدنيين الكثير من المدنيين في جبرياتي اندونيسك ولوغانسك إلي إيمادة طبعا روسيا تستطيع الصناعة العسكرية روسيا تعملوا ليلة النهارن وطن تجو سواريخ وطن تجو زخاير وروسيا المتوافرة بكل شيء أعتقد روسيا ستستطيع أن تتحمل هذا المنافس العسكرية هذا المنافس الصناعية وطبعا نوايا حلفناتو ونوايا البلايات المتحدة عن إلحق لغزيمة لستراتيجية لروسيا أظن هذا من مجال الأحلام أو الأوهام روسيا دولة كبرة ودولة عوزمة أسكرية وستطيع الصدو إيهجوم